شاهدنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال ليلة اليوم سيتشكل ضباب مع نسبة رطوبة عالية على أغلب السواحل. بالخصوص السواحل والمرتفعات الغربية. حتى صباحة الغد يبقى هذا ضباب حاضر. يتلاشى تدريجيا. تصبح الأجوة مغاشة جزئيا خلال النهار على كل المناطق الساحلية. مع رياح قوية نسبيا نحو السواحل الوسطى. دائما نفس السيناريو يتكرر خلال الظاهرة. فتشكل صحب رعدية موسمية بكل الهضاب العليا والأوراس. تكون أكثر نشاط نحو الهضاب الوسطى وحتى الغربية. بالمناطق الجنوبية الأجوة ستكون مشمسة بالجنوب الغربي إلى غاية شمال الصحراء. بينما على العموم غائما نحو أقصى الجنوب إلى غاية الصحراء الوسطى. وصولا إلى جنوب منطقة الواحد. مرفوقة بنشاط بعض الخلايا الرعدية نحو أقصى الجنوب. ومرتفعات لهنجار وتاسيلي. هنا احتمال لأمطار محلية. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر اليوم الغد. تتروح ما بين 16 إلى 22 درجة بالمناطق الشمالية. ترتفع إلى 26 درجة بشمال الصحراء. 28 إلى 29 درجة بين مرتفعة الهوغار وحتى التاسيلي. 20 درجة بتين دوف. 30 درجة بإليزي. تقرب 34 بصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوة تعرف ارتفاع مقارنة بنهار اليوم. خاصة نحو المناطق الداخلية. 33 درجة بقصنطينا. ترتفع بدرجة واحدة نحو باتنا إلى غاية الجلفة. 35 درجة بتزيوزو كذلك بالبيض. ترتفع أكثر بمعسكر. بعين دفلة بشلف وغليزان. لتقارب الأربعين درجة. 30 درجة بالعاصمة. 31 درجة بوهراء. معتدلة بسواحل الشرقية في حدود 27 درجة بعنابة. 39 درجة بتين دوف. 38 درجة ببيسكرا بولاد جلال. مغير وحتى بورغلا. 40 درجة بغردايا. 43 درجة ببشر. ترتفع أجواء جد حارة بسحراء الوسطى. إلى غاية أقصى الجنوب. تقارب محليا 49 درجة. وهذا تحتضل. يجب أخذ الحيطة والحدر. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاتراب. وهذا على طول الشريط السحلي. رياح ضعيفة للعموم تصبح معتدلة بسواحل الوسطى. وتتينى ضمن تيارات شمالية شرقية. عن وقت شرق الشمس. لصباحة الغد على مسوى العاصمة. سيكون في حدود الخامسة سباحا وثلاثين دقيقة. والغروب على الساعة ثمينة مساء وإحدى عشر دقيقة. مشاهدين أشكركم على حسن متابعة. ودمتوا في رعاية الله وحفظه. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة